السلام عليكم قصتنا الليلة من العراق الحبيب وتحية لأهل العراق وليهون السامعين جميع قصتنا الليلة قصة مأساوية جدا ومن القصص الشيقة والأحداثها عجيبة وغريبة وكذلك القصة فيها الحب والمعاناة والتضحية وصراحة من أجمل القصص لذلك لا تنسونا من لايكاتكم وتعليقاتكم الجميلة واللي يسمعنا أول مرة الاشتراك في القناة بارك الله فيكم القصة اللي يسلمكم بدأت أحداثها عام 1945 في إحدى القرى العراقية وانتهت الأحداث عام 1997 في بداية الأربعينيات وفي إحدى القرى العراقية جميلة فيه رجل اسمه عبد السلام عبد السلام رجل بسيط جدا وكذلك رجل فقير كلنا فقراء لله عز وجل الرجال عنده بيت صغير وارثه من أمه وأبوه والرجل أحواله المادية تعبانة تعبانة قد ما تقدرون تقولون والرجل هذا عبد السلام يعني يحاول يشتغل من هناك يشيل يحط لكن قسمته فيها الحياة بسيطة وقليلة جدا يحاول يشتغل فيها المزارع وهين وهناك لكن يا دوب الرجل عايش على الأكل والشرب يعني ما فيه بركة فيها المنزل وعبد السلام تأخر لحد ما تزوج تزوج عمره متأخر يعني في الخمسة وأربعين سنة تقريبا تزوج من إحدى بناتها القرية وتأمل من الله سبحانه وتعالى أنه تكون الزوجة هذه قدومها خير عليه إلا أن بعد ما تزوج عبد السلام الحال ظل على ما هو يطلع الرجال من الصبح يرجع يعني جايب بعض الأغراض على المنزل لكن ما صار تحسن على الحال المادية أبدا ما كانك راوح والرجال رضيان بقسمة الله سبحانه وتعالى وكذلك الزوجة هذه يأكلون ويشربون ويحمدون الله سبحانه وتعالى على الصحة والعافية واللي هي راس المال فيها الدنيا تروح الأيام وتجي الأيام الزوجة هذه اللي تزوجها عبد السلام كذلك من عائلة فقيرة وهل هي يا الله معايشين حالهم وتأخرت فيه الإنجاب ولما تزوجها كان عمرها فوق الخمسة وثلاثين سنة ويشاء المولى عز وجل أنه تحمل هالزوجة من عبد السلام وتجيب له هذه البنت الجميلة اللي طير العقل سموا البنت جميلة وجميلة هذه وهي باللفلافة اسم على مسمى ما شاء الله تبارك الله على هالخلقة بنت غاية في الجمال صارت تكبر هالبنت وتترعرع فيها أحضان أمها وأبوها والرجال كذلك مبسوط بهالبنت اللي جتهم والله سبحانه وتعالى ما أرزقهم غيرها وهذا عبد السلام يشوف الدنيا بعين وجميلة بعين عنده إياها بالدنيا كلها صارت تكبر جميلة وجميلة هي تكبر وتزداد جمال ما شاء الله تبارك الله هالطول وهالجمال وهالعيون وعلى الرغم من أنه حال أهل جميلة المادية يعني سيئة جدا تحت الصفر نقدر نقول وثيابها كانت مشققة ورثة وأبوها يعني يا دوب ملحق على حق الأكل والشرب إلا أنه اللي يشوف جميلة ويشوف وجهها يعني ما يشوف ثيابها ولا يشوف اللبس اللي اللابسته يعني البنت كان لها حضور في الشارع لكن عيبها الوحيد اللي في نظر بعض الناس أنه البنت هذه بنت عائلة فقيرة جدا وفي الأيام الأخيرة يعني الفترة الأخيرة اللي كانت عايشة فيها جميلة كانوا جيران يتصدقون على عائلتها هذه اللي طابخة طابخة تودّي لها على الغداء وهذه على العشاء يعني صاروا جماعة عايشين على الصدقات من هالناس تروح الأيام وتيجي الأيام صارت جميلة في سن الخمسة عشر سنة وجميلة هذه صحيح إنها في سن خمسة عشر إلا إنك تشوفها يعني أكبر من بنات سنها بنات جيلها بنت ما شاء الله عليها ولا كل البنات المهم هو يشوفها هذا كل يوم واحد من أحد أبناء أثرياء هالقرية رجل عنده خير من الله سبحانه وتعالى مزارع وبساتين وغنام وحلال عنده شيء مثل ما يقولون يسد الشمس وهذا الولد اسمه حامد حامد شاب قمة في الأخلاق في تقريبا يعني 17-18 سنة يكبر جميلة بثلاث أربع سنوات تقريبا لما شاف جميلة كان فيها عقل وطار عشق البنت وهام فيها من أول نظرة وصار يلاحقها لما تروح تعبي مي لما تطلع تقضي بعض الحاجات يرسلها أبوها ترسلها أمها على الجيران الولد صار يراقب تحركاتها على الروحة والجاية أو تحصل هذه العلاقة علاقة الحب البريء ما بين جميلة وحامد وحامد هذا من أول لقاء حصل بينه وبين جميلة قال لها يا بنت الناس أنا صحيح ابن فلان من الناس وغني وثري أو عندنا خير من الله وأنا ما عندي نية أني أتلاعب فيك ولا أعتدي عليك ولا أضحك عليك أنا رجال قصدي شريف وإن شاء الله أني راح أخطبتش وأتزوجش على سنة الله ورسوله البنت هذه جميلة يعني تعرف هذا الشاب وتعرف أبو وتسمع عنهم وتسمع عن الثراء الفاحش اللي عايش فيها العائلة يعني انبسطة هي وبنفس الوقت قالت يمكن أهلك يا حامد ما يوافقون على الزواج مني ليش ما يوافقون يا جميلة قالت أنت يعني من عائلة ثرية وأنا شوفت عينك يعني عايشين أنا وأمي وأبوي على صدقات الناس قالها يا جميلة هذا الشيء ما يعيب والفقر ما هو عيب والله سبحانه وتعالى خلق الناس درجات والولد حامد هذا كان قصده شريف وفعلا ما عنده نية أنه يضحك على البنت أو يلعب عليها كان الرجل قصد أنه يخطبها على سنة الله ورسول ويتزوجه وياها أو هذه جميلة صارت تفكر بينها وبين نفسها أنه الزواج هذا إذا حصل راح ينشل عائلتها من الفقر اللي عايشين فيه وتستمر علاقة الحب هذه بين حامد وجميلة الأكثر من سنة حامد هذا في النهاية يعني يوصل إلى مرحلة ما عاد يقدر أنه ما يشوف جميلة جميلة بعض الأيام ما تقدر تطلع كل يوم من البيت وأبوها صار رجل كبير وكذلك أمها فقرر أنه يفاتح أمه وأبوه في الزواج جاء على أمه وأبوه قال والله يا إما أنا ودي أتزوج قالت له الساعة المباركة يا ولادي بس لساعتك صغير يعني 18-19 سنة أصبر لك شوي سنة سنتين قالها الله والله ودي أتزوج والعروس يا إما أبشرك جاهزة وهالعروس هذه أجمل بنت فيها القرية قالت منها العروس قال لها جميلة من هي جميلة يا ولد قالها والله جميلة هذه بنت أبو جميلة بنت فلان قالت له يخير بيتك أنت منت صاحي أنت ما تفهم أنت كذا ودقوم تبهذل الولد بهذل قياما قعودا غسلت وتغسيل يا إما وحدي الله طولي بالت شو ليش قالت له أنت يعني ودك تنكس روسنا بين الناس وبين هالعائلات المعروفة وإحنا جماعة أثرياء وعننا خير من الله وإنت المفروض يعني أنك تحب وحدة أو ترتبط فيها يعني تكون هذه من نفس الطبقة اللي إحنا فيها ما يصير وهذه البنت يعني صحيح إنها جميلة لكن ما تناسبك أبدا يا ابني ولا تناسب عائلتنا أبدا شيل هالفكرة من راسك ودير بالك أنك يعني خلاص انسى الموضوع ويقوم الولد هذا حامد يروح على أبوه قالي يبا الموضوع كذا وكذا وأمي معارضة وبهدلتني ويقوم أبو حامد كذلك يبهدل حامد يخرب بيتك وإنت بكري وإنت ودك تبهدلني بين الناس ودك تاخذ واحدة فقيرة ودك مدري إيش المهم يقوم الدنيا على راس حامد وما أقعدها وحامد المسكين هذا انصدم من رد أبوه وأمه على أنه صحيح البنت فقيرة لكن الفقر ما هو عيب ويا جماعة يطولكم يقصركم يهديكم يرضيكم قالوله ولا ممكن أنك تتزوج هالبنت ترى إذا تجيب سيرتها مرة ثانية والله إنه نتبرى منك ويلتقي حامد مع جميلة هذاك اليوم بعد ما اصدموا أبوه وأمه في الرد وشافت الولد حامد هذا حزين ومهموم خير يا حامد شنو اللي صاير قالها والله يا جميلة مثل ما قلتي صار عرضت موضوع الزواج على أمي وأبوي وارفضوك جملة وتفصيلا لكن أنا ما راح أعقب جهد أبدا راح أحاول معاهم إلى يعني ما شاء الله الحد ما يوافقون وغصبل عنهم وطبعا خلال هالسنة اللي مرت من العلاقة الشريفة والبريئة اللي حامد هذا ما لمس جميلة بمجرد اللمس من بعيد بينه وبينها ثلاثة أربع متار يسولفون ويضحكون ويهرجون وكل من يروح في حال سبيله تعلقت البنت بحامد إلى درجة كبيرة جدا وصارت تحب وحب عظيم المهم وعدها قالها راح أحاول مع أمي وأبوي أجيب لهم خوالي أجيب لهم عمامي أجيب لهم كذا وحاول معهم لعله وعسى الله يهديهم وفعلا راح الولد هذا حامد على خاله وعلى خالته وعلى عمه يعني لعله عسى أنه يجيبهم بجاه والوجه على أمه وأبوه الأم والأب رافضين هذا الزواج بشكل قطعي إلى درجة أنهم أبو حامد هذا صار يلهي الولد وصار يكلفه في مهمات في هالمزارع وعلى روح شوف المزرعة الفلانية وروح شوف المكان الفلاني على أساس أنه يبعد الولد عن البنت هذه جميلة ويحاولون قدر الإمكان أنه ما عاد يلتقي فيها أبدا والولد هذا أصبح يعني حزين ومهموم وما بعينه المال هذا كل ياته بس وده يحصل على حبيبة القلب جميلة ويحاول منهين وهناك مرة ومرتين وعشرة ومية بدون جدوى وظل حامد يحاول مع أمه وأبوه إلى أكثر من سنتين صار الولد في بداية العشرينيات 21-22 سنة ويتجي أمه وأبوها ذاك اليوم قالوا تعال هنا يا حامد الآن لازم أنت تتزوج قالهم أنا ما أتزوج إلا البنت جميلة بلى جميلة بلى بطيخ بسمر ويقومون يضغطون على الولد الحد ما أخطبوا له وحدة من القرايب وأحوالهم المادية يعني تقريبا مشابهة لأحوال والد حامد خطبوا البنت وتسمع جميلة لما سمعت جميلة بخطبة الولد هذا حامد وتمرض وتلزم الأفراش صارت طريح تفراش المسكينة حزنت عليه حزن عظيم وظل جميلة نايمة بهالأفراش أكثر من شهر أوهي تبتشي وتهلها لدموع لكن في النهاية اقتنعت أنه الدنيا نصيب والزواج هذا قسمه نصيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لكن حب الولد حامد هذا مزروع بقلبها وحامد حاول ما خلى وسيلة تعتب عليه إلا أن يعني في النهاية ما يقدر يرفض أمر أمه وأبوه ويغضبهم وانصاع الأوامرهم في النهاية وفترة الخطوبة هذه خطوبة حامد من قرائبته ما طولت أبو شهر شهرين زمان على بين ما جهزوا الأمور وضبطوا الوضع أو يتزوج حامد وساوه هذاك العرس الامطنطن الحامد والمسكينة هذه جميلة تسمع أصوات الحفلة والناس فرحانة ومبسوطة لكن هي مضت الليل كله تهل دموعه تبتشي وتزوج حبيب القلب قدام عينها وهي ما تقدر تساوي شيء لا هو قادر ولا هي قادرة والقدرة لله عز وجل المهم تزوج الرجال وراح في حال سبيله وهي ظلت في منزل والدها ووالدتها تخدمهم وتقوم على رعايتهم وكان وكان أبو جميلة صار في بداية الستينيات والرجل صار عنده عدة عمراض وتقوم هي على رعايتهم وخدمتهم والناس تتصدق عليهم واللي يجيب لهم الطبخة واللي يجيب لهم الحليب واللي يجيب لهم اللبن والرجال لا عاد يقدر يشتغل ولا عاد يقدر يقوم وكذلك أم جميلة بدأت تعاني من عدة عمراض فيها ذاك اليوم يتوفى أبو جميلة رحمة الله عليه يقعدنا الصبح لقنا رجال ميت وفزعت سكانها القرية عليهم وغسلوا الرجال وصلوا عليه ودفنوه وهذه جميلة حزنت على أبوها كذلك ووالدتها بعد فترة من الزمن ما في ثلاث أربعة شهر كذلك أم جميلة مرضت وصارت أحوالها الصحية سيئة جدا وكذلك تتوفى بعد ثلاث أربعة شهر من وفاة زوجها والآن ما ظلت إلا هالمسكينة الجميلة هذه البنت جميلة ما لها حد فيها القرية إلا الخالة الوحيدة أخت والدتها الله يرحمها خالة جميلة هذه متزوجة كذلك من رجل من سكانها القرية وأحوالهم المادية كذلك يعني أتعس من أحوال أهل جميلة قبل قبل لا يتوفون وين ودها تروح وين كذا ودقوم خالتها تجيبها لعندها تعيش معاهم وخالتها هذه كذلك ما عندها ذرية ما عندها لا أبناء ولا بنات وعايشة هي وزوجها ففكرت هذه خالة جميلة في يوم من الأيام قالت أنا الآن أصبحت امرأة كبيرة وبحاجة إلى حدا يرعاني ويقوم على خدمتي أنا وزوجي ففكرت أنها تخطب البنت جميلة وتزوجها لزوجها وقالت هذه يعني ظلها بنت أختي تدير بالها علي وعلى زوجي وما رح تعطي علي وفعلا تقوم تعرض هالأمر هذا على جميلة وجميلة ما أمامها إلا هالخيار هذا للأسف وسولفت رجالها في هالموضوع وقالها إذا أنت رايدي أنا ما عندي مشكلة أبدا ولعل وعسى الله سبحانه وتعالى يرزقنا ذرية من هالبنت هذه جميلة وجميلة فيها ذاك الوقت يعني صار عمرها عشرين واحد وعشرين سنة ولكن للأسف ما عندها خيارات أخرى ما عندها إلا هالخيار وقالت أعيش أنا وخالتي ضرائر يعني لا حوله ولا قوة إلا لا رضيت البنت جميلة وتزوج الرجل هذا من جميلة وعاشت هي وخالتها في نفس المنزل لكن جميلة بعد ما تزوجت وبعد ما حصل زواج حبيبها حامد البنت يعني أصبح أقولها ما عنده مثل قبل شارد ما عندها تركيز تتصرف بعض مرات تصرفات غريبة شوي صارت معده جميلة اللي يعرفون هالناس وقلبها ومشاعرها وأحاسيسها كلها عند حامد لكن شنو تتسوي هذا قدرها فيها الدنيا تروح الأيام وتجي الأيام خالتها كبرت وصارت تعاني كذلك من أمراض عديد أمراض الشيخوخة والله سبحانه وتعالى ما أرزق جميلة من زوج خالتها لا عيال ولا بنات في يوم من الأيام وتتوفى خالتها ظلت عايشة هي وزوجها هذا زوج خالتها وكذلك عايشين على الصدقات من أهلها القرية هذا اللي يجيب لهم الغد وهذا اللي يجيب لهم العشة وهذا اللي يجيب لهم الفطور جماعة ما عندهم شي غير رحمة الله سبحانه وتعالى والبنت هذه حسنة يعني صارت تكبر وبدأت تبين عليها علامات الكبر وما زال حامد في قلبها وتمر الأيام والأشهر والسنين صارت البنت هذه جميلة في سن الخمسين سنة وزوجها صار في نهاية الثمانينيات رجال شبير يا الله يقوم صار يمشي على العكاز في الفترة الأخيرة ما عاد يقدر يقوم ما عاد يقدر يمشي وفي أحد الصباحات تقعد جميلة الصباح وتلاقي زوجها متوفي رحمة الله عليه وكذلك سكان هالقرية ما قصروا جو غسلوا الرجال وصلوا عليه ودفنوا أوه ترابوا والآن أصبحت جميلة وحيدة عايش حالها فيها المنزل وجميلة الآن في سن الخمسين وما زالت جميلة لكن جميلة شائلة بقلبها هموم كبيرة ما تشيل هجبال معاناتها وفقدانها اللي والدها ووالدتها وزواجها من زوج خالدتها وفقدانهم الأثنين والآن أصبحت وحيدة ما لها حد بهالدنيا جميلة في إلها جيران جماعة طيبين من عائلة طيبة كانوا دائما يتفقدون جميلة يجبون لها العشاء والغداء أو يصبحون عليها تجي تفطر عندهم ولا تتغدى عندهم وجميلة بعد ما توفى زوجها كانت تطلع من غرفتها هذه وتسرح فيها الأراضي الزراعية تطلع من الصبح تجي لعند الجماعة تفطر عندهم هذول جيرانها وتطلع تسرح فيها الأراضي الزراعي الضل سارح فيها لحد ما صير الظهر الوقت الغداء تجي على أحد المنازل كذلك يعني من سكانها القرية تتغدى وترجع على غرفتها تنام لها ساعة ولا ساعتين زمان وتطلع هالعصرية تتمشي فيها الأراضي وفيها البساتين لحد ما تغيب الشمس تجي على جيران هذول اللي في جانبها تعش عندهم ثلاث أربع بنات تهرج وتسر ساعة زمان وترجع تنام في غرفتها يحاولون معها يا جميلة نامي عنها والبنات يحبنها إلى درجة كبيرة لكن جميلة ما كانت ترضى إلا أنها تنام في غرفتها يحاولون معها كثير من سكانها القرية بما أنها أصبحت امرأة وحيدة وما لها حدا إلا الله سبحانه وتعالى فيقولوا لها تعالي نامي عنها وهذا يقولها تعالي يقعد عنها إلا أنها كانت ترفض هذا الأمر وما ترضى تنام إلا في بيتها وجميلة كانت لما تقعد هي وهالبنات أو في بعض منازل القرية كانت تقول بعض الأشعار وبعض القصايد عن معاناتها وحياتها السابقة وكانت تقول في أحد القصايد ما يخالف وسهلا لك يا أبو قلب قاسي منك لحقنا الوجع والشيب الإبراسي وكانت جميلة امرأة خفيفة تظل ومحبوبة من كل سكانها القرية وخصوصا بعد وفاة زوجها وظلت وحيدة وكانت ما تظهر للناس المعاناة اللي في قلبها والهموم اللي في داخلها اللي يشوفها دائما تضحك وكذا وكاتم هالهم في قلبها وما تسول في همومها إلا لوحدة من بناتها الجماعة هذولة قريبها اللي هي مقربة إلها جدا لما تسولف عن المعاناة اللي مرت فيها والقهر والأيام السودة اللي مرت عليها هي وعائلتها وحبها الحامد تبشي وتهل دموع شغلة عجيبة غريبة المهم بما أنه البنت هذه جميلة ما ترضى تنام إلا في بيتها فيها القرية اللي عايشي فيها فيه ثلاث أربعة أشخاص من سكان هالقرية هذولة مجموعة أشرار هذولة ما عندهم شغلة وعملة إلا الشرب الخمور ويسكرون وجماعة الصايعين ضايعين فيها القرية وكل سكان هالقرية يعرفون أنه جماعة هذولة الثلاثة أربعة جماعة يعني يسكرون ويشربون ونظراتهم غريبة لما تمر امرأة بجانبهم حتى لو كانت ختيارة ما تسلم منهم يرمقونها بنظرات عجيبة غريبة وهذول طبعا متزوجين وعندهم عائلات وأعمارهم تقريبا فوق الأربعينيات وسكان القرية كلهم ما يطيقون ويكرهونهم بسبب تصرفاتهم هذي وجماعة دائما ريحتهم طالع أو ضحك فيها الشوارع وكذا المهم منبوضين من القرية ما حدا يتعاطى معاهم جميلة فيها ذاك اليوم تعشت عند الجيران جيرانها وسهرت هي وياهم أبو ساعتين زمان وقالوا لها نامي عندنا ما فعلت تنام عندهم قالت ودروح نام بداري وتيجي جميلة تحط رأسها وتنام هذول الأربعة الظاهر صار لهم فترة يراقبون تحركات جميلة وناويين عليها بالليل أو يدخلون على غرفة جميلة لما دخلوا عليها حست عليهم وكان نومها خفيف إلا أن هذول أربع رجال ووحدهم لبطت وتهد الحيط قدروا يسيطرون على جميلة وربطوها وسكروا فمها لأجل أنها ما تصرخ وتصيح وتفزع الجيران أو يعتدون عليها الأربعة واحد وراء الثاني وبعد ما خلصوا عملتهم الشينا هذه الإمرأة هذه المسكينة جميلة أغمي عليها قاموا وفكوا وربطها ورجعوها مثل ما كانت وغادروا هالغرفة وكأن شيئا لم يكن الجيران الصبح متعودين على جميلة هذه تطلع كل يوم الصبح تقعد قدام هالغرفة في حجر تقعد عليه تقعد بكير هي وتقعد لحد الساعة ثمانية ثمانية ونص لبينما يعني يصحون أهل المنزل جيرانها يصحى سكانها القرية واللي يطلع على عمله واللي يروح على مزرعته واللي عنده حلال يرعى فيه الجماعة جيران جميلة صارت الساعة ثمانية ونص تسعة واحد يقول للثاني أشوف جميلة ما بينت علينا اليوم ولا لها أثر طلع واحد من هالاطفال الصغار قال روحه وشوفوها خاف أنها قاعدة قدام غرفتها ما شافوها قام الرجال قال البنت تشبيري قالها ابنيتي روح يشوفيها خاف صار عليها شي خاف يعني لا سمح الله مريضة وتقوم البنت هذه تروح على جميلة دقت الباب يعني ما حدا فتح الباب قامت تدفشت الباب وإلا الباب مفتوح ادخلت على جميلة وإلا جميلة بس انفتح عيونها يا خالتي يا جميلة شنو اللي صاير جميلة بس انفتح عيونها وما تسولف وتركض هذي على هالها وتفزعهم تعالوا وشوفوا جميلة مرضانة مدري ايش بها وتفزع هالعائلة كلياتها بكبارها وصغارها على غرفة جميلة يحاولون مع جميلة يا جميلة شنو اللي صاير جميلة بس انفتح عيونها ما هي راضية تسولف ولا كلمة ويقومون قالوا وظاهر انها مريضة خلينا ناخذها على المركز الصحي في احدى القرى المجاورة شالوا جميلة وحملوها فيها السيارة وخذوها على المركز الصحي وراحت معها زوجة الرجل هذا جارتها عينوها عينها الطبيب هناك قالوا يعني الامرأة ظاهر انها التعبانة وجميلة ما هي راضية تسولف يا جميلة تحاول معها المرأة هذه انه شنو اللي صاير عليك حدا معتدي عليك لاحظت المرأة هذه جارة علامات على جسد جميلة وتقوم تيجي على زوجها قالت له انا شاكة انه جميلة حدا معتدي عليها ظاهر بالليل وما هي راضية تسولف او مي قدران تسولف وبنفس الوقت الطبيب اللي فحص جميلة قالوا لهم جميلة لازم انها تدخل مستشفى والمرأة حالها سيئ خذوها على المستشفى في المستشفى استقرت حالتها نوعا ما وتيجي عليها تجارة تحاول معاها من هناك يا جميلة شنو اللي صاير علميني منو اللي اعتدى عليك جميلة يعني استجمعت قواها ويعني حالتها صحية شبه استقرت شوي على المهدئات وعلى السيروم وعلى التغذية هذه يعني صارت انها تقدر تسولف شوي يالله تسولف وبعد محاولات عديدة منها الجارة هذه علمت جميلة باللي حصل معاها هذه شليلة قالت لها جموا علي الاربعة فلان وفلان 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 واعتدوا علي وربطوني وهذا اللي جرى وهذا اللي صار وتقوم المرأة هذه تخبر زوجها وزوجها خبر رجال الامن وتم عرض جميلة على طب شرعي وفعلا تبين انه الامرأة متعرضة الى اعتداء شديد والاعتداء هذا مسبب لها امراض عديدة ووضع الصحي سيء جدا وفيها ذاك اليوم كان فيها اكثر من شخص من سكان هالقرية اللي شدت محبتهم الجميلة كانوا موجودين في المستشفى ولما بلغت عن الموضوع اللي حاصل معاها سأل رجال الامن سكان هالقرية وبعض الاشخاص الموجودين عن الاشخاص اللي تم التبليغ عنهم قالوا فعلا انه هذول الاشخاص جماعة سكرجية وسمعتهم سيئة في هالقرية ونعرفهم احنا فلان وفلان وفلان بالاسم ويروحون رجال الامن يلقون القبض عليهم واحد وراء الثاني جابوهم واحالوهم للتحقيق وبتحقيق رجال الامن معاهم واعترفوا بفعلتهم الشنيعة هذه واعتدائهم على المسكينة جميلة ومثلوا القصة والحادثة بتفاصيلها وأودعوهم في السجن لحد ما يتم عرضهم على القاضي ويحكمون عليهم في هالأثناء صارت أحوال جميلة الصحية كل ما حالها الوراء وما زالت في المستشفى وبعد مرور عشر أيام من الحادثة هذه حادثة الاعتداء اللي تعرضت لها جميلة ساءت حالتها الصحية وتتوفى هذاك اليوم والكلام هذا عام 1997 وطبعا الرجال الامن كانوا متابعين حالة جميلة الصحية وبعد وفاتها رحمة الله عليها تم إبلاغ المحكمة في هالموضوع وتم تقديمهم للقضاء هذول المعتدين عليها الأربعة وتم الحكم عليهم بالسجن لمدة سبع سنوات ونص لكل واحد منهم لأنهم تسببوا في وفاة هذه الامرأة الوحيدة وكذلك اعتدوا عليها كانت الله وتقبل الله طاعتكم ودمتم في رعاية الله وحفظه